التلفزيون الأردني وهذه النافذة الصباحية اسمحوا لي أعزائنا المشاهدين أن أرحب بالكوتش الكابتن المبتسم الجميل بهذه الصباحات عبدالهادي الخليلي حاضر معنا كوتش عبدالهادي وأشكر دائما قدومك المبكر تمرين رياضية متنهون سعيد جدا أنا اليوم أني أكون معك متحم وأنا كذلك طبعا اليوم ستكون حلقتنا عن التمرين الأساسية لكافة العضلات الموجودة في المنطقة العلوية وهي الأبر طبعا هذه التمرين بتناسب جميع الأعمار وبتناسب جميع الفئات يعني كان عندك دسك ما كان عندك دسك هاي التمرين رح تكون أن تمرين عندك العموض الفقاري ما رح تكون عليه أي لود أبدا ورح تكون مرتاح وهي أصلا تمرين أساسية بنائية أساسية الشغل الثاني إحنا عارفين أن العضلات فيه عندنا عضلات اسمها primary في عضلات secondary عضلات primary لعضلات الأساسية وعضلات secondary العضلات المساعدة لما نلعب تمرين معين في عندك عضلات أساسية بتشتغل وعضلات مساعدة فإحنا اليوم رح نشغل العضلتين هدول بطريقة نشغل فيها كل الجسم لكل عضلة تمارين مختلفة عن العضلة الأخرى نحن رح نعطي لكل عضلة تقريباً تمرينين ونشغل معها السكندري تباعها ونعطي تمارين أخرى أول تمارين هنبلش لنعمل ستريتشينج للعضلات إن شاء الله يصير لعنا أي تمزقات أو أي أوجاء بلش أول تمارين هنبلش فيه هو البوشب عشان نحمي عضلات كولي الجسم بنيجي بالشكل هاد بتحديرها بالشكل هاد وبننزل هذا للناس يعني اللي بتقدر تسوي واللي بتلاقي مشاكل بتقدر تنزل بالشكل هاد بتخلي الظهر مرفوق بتصوي عندك اللود على الإيدين أو على التشيست منبلش فيه جولتين كل جولة عشر تكرارات أول تمارين رح يكون دامبلز برس هو بقصد عمليات عضلات السدر بالشكل هاد طبعا الدامبلز نقدر نجيبه من أي مكان سبورت بس إحنا ما نجيب الأوزان العالية إحنا نجيب أوزان مناسبة للجميع ننام بالشكل هاد بننزل لمستوى السدر وبنطلع طبعا التمرين هاد بشد عضلات السدر وبضرب معه عضلات الترايسبس نعمل التمرين هاد بتنفس منتظم عشر تكرارات ثلاث جولات طبعا لا ننسى أنه يكون في فترة راحة بين كل جولة وجولة ليدخل كميات أكسوجين وكميات دم مناسبة للعضل شاء الله نحرقها نستفيد بالعكس ونبني وإذا بنقدر بالجولة الثانية نرفع الوزن نلعب التمرين هادا ثلاث جولات كل جولة عشر تكرارات التمرين الثاني راح يكون لتوسعة السدر الناس اللي بتحب أنها تكبر حالة وبضخم شوي عشان لما تسلت لبس بلايز البادي يبينها ليه كادي نفتح بالشكل هاد اللي كواع متوازية بالشكل هاد ثانيا احنا بلشنا التمرين للتشست راح نبلش بالعضلة الثانوية العضلة للتشست اللي هي اللي ترايسبس هنبلش التمرين للناس المتقدم اللي التلعب حديد وقاطع تمرين اللي عندها دامبلز بتقدر تلعب بشكل هاد تنزل لحد كتفك وبتخلي بس من عند مفصل الكوع والساعد اللي ينزل ويطلع العضلة العلوية بيضلك نثبتها عشر تكرارات تلت جولات ثانيا نضرب زاوية ثانية من عضلة الترايسبس بالشكل هاد حتى ان كان ابنك عمره 14 سنة او 15 سنة انا بنصح انو يلعب بيقو المفاصل والعضلات وببلش يبني جسم رياضي ثانيا هنبلش التمرين الشولدرز بالشكل هاد هنبلش اول اكسرسايز بتمرين الفلاي نجيب مطات زي هاي بنحط الاجر بطريقة توازية في الحركة من الجانبين طبعا انا ضرب التمرين للكتاف بعد الترايسبس انه كما بيحرك الترايسبس نلاقي نتيجة والعضل يتحرك بشكل اكبر نحن اصلا التمرين هي قليلة منها منزلية التمرين الثاني رح يكون دفع للأعلى بالشكل هاد هذا التمرين تلعبو ثلاث جولات وبين كل جول جولة لا ننسى خمسطاشة ثانية راحة ورشفة طميه هذا لعب التمرين الثاني لعضلة الليكتاف دامبلز للأمام الشكل هاد لان نطلع اكدر من مستوى الكتف الناس اللي بتحس انه فيه تقطق بكتفها بتشكل التمرين بالشكل هاد يخف اللوض على المفصل بس يتحرك بشكل عادي وبعد مرتين او ثلاث من التمرين يعني لما تلعبو لمدة مرتين ثلاث هتلاقو انه المفصل ارتاح ونعمل عملي تلين هنلعب التمرين الاخير بالنسبة لعضلة الليكتاف بتجميع التربيزيس بالشكل هاد منجيب مطاطة ونبلش هذا التمرين تلعبو ثلاث جولات كل جولة خمستاشر تكرام كوتش انا سعيد ومستمتع حقيقة بهذا الاداء المتميز من خلال هذه التمرين المتعددة لعضلات الجسم تحديدا الجزء العلوي لن اقول وداعا لا بلقان القادم من تمارين متعددة مختلفة لجميع الاعمار والفيات العمرية وايضا عضلات الجسم المختلفة كل شكر لك الكوتش عبدالهادي صباحك سعيد بهذا الابتسامة الجميلة الكوتش عبدالهادي الخليلي